في تشكيل الاواني المعدنية المجوفة او بتستخدم في عمليات التخريم او الصد او عمليات التقطيع المختلفة المكابس بتعتبر من ضمن المعدات الهمة اللي هي بتقوم بدول كبير داخل التخصص وبتنجز معايا الشغل وبتم الشغل معايا بسرعة كبيرة جدا غير اداء الشغل على المخرطة يعني لو انا هعمل عملية التخريم على المتقاب بتاخد معايا وقت كبير جدا تخيل لو انا عامل اسطنبا معينة وركبتها على مجبس وقمت بالتشغيل بطريقة التشغيل بتاعتي وتميت العملية بتمها في خطوة واحدة هلاقي ان المكابس بتوفر معايا وقت وجهد وتكلفة وبتطلع الشغل مزبوط عن المعدات التانية يبقى اول حاجة عندي المكابس والاسطنباط ده بيبقى شكل المكبس بتاعي المكبس بيتكون من مجموعة من الاجزاء وببدأ ان انا اركب الاسطنبا هنا وبغير الاسطنبا حسب الشكل اللي انا عايزه يبقى المكبس هو اداء بستخدمها في التشكيل معدة بركب عليها الاسطنبا اللي انا هتاخد الشكل بتاعي وهتاخد العملية بتاعتي في تنفيذ العملية بتاعتي تمام انواع المكابس يبقى اول حاجة هتكلم عن انواع المكابس يبقى المكبس هو اللي بيركب عليه الاسطنبا الالة اللي انا هركب عليها الاسطنبا بتاعتي فيها انواع كتيرة مش هتفرق معايا ولكن لا يفرق معايا تشكيل الاسطنبا وانا عايزه اقوم بشغل ايه بالزبط يبقى انواع المكابس عندي انواع كتيرة في منها يدوي وفي منها آلي في منها يدوي وفي منها آلي هتشوف مع بعض عندي المكابس اليدوية والمكابس الآلية والهايدرولوكية يبقى عندي المكابس اليدوية والمكابس الآلية والمكابس الهايدرولوكية المكابس اليدوية رقب واحد عندي المكابس اليدوية وهي ما يعتمد في تشكيلها على السكل المتوازن على عمود دوران الحركة الدائرية يبقى عندي ثلاث أنواع من المكابس مكابس يدوية بتعمل بواسطة اليد والمكابس الآلية بتعمل عن طريق الحركة الميكانيكية والمكابس الهايدرولوكية اللي هي بتعمل عن طريق السوائل أول نوع عندي في المكابس عشان نبقى عارفين أنواع المكابس ونقدر نعرف كل واحد بيعبل إيه وإمتى هختار المكبس المناسب لأداء العمل بتاعي أول حاجة عندي المكابس اليدوية يبقى أنا هشتغل على المكبس بواسطة اليد هاعتمد على القوة البدلية بتاعتي في إيه إتمام العمل طبعا هو المكبس بيسهل لي الأداء وبيدي لي قوة زائد أن المجهود بتاعي لو بزلت المجهود قليل هو بيبزي المجهود معايا أكتر أو بيكبر المجهود بتاعي وبيضعفه أول حاجة بيبقى المكبس بيعتمد على القوة بيبقى فيه سوكلين موجودين عندي بيضغطوا على الفتيل اللي موجود عندي بيبدأ يشكل الإسطنبا بتاعتي أو بتتم عملية التشكيل على الإسطنبا تمام؟ ده شكل المكبس اليدوي هنلاحظ أن المكبس اليدوي زي ما احنا شايفين فيه هنا فتيلة هوت وفيه هنا اليد اللي هي لو أنا لفتها عملت حرقة دائرية بتديني لف العمود اللي موجود عندي هنا بيبدأ الإسطنبا موجودة تحت هنا في الجزء اللي موجود ده وبيبدأ الإسطنبا تضغط على المعدن في الأرضية بتاعت المكبس بتاعي ويبدأ إيه الشكل هنلاحظ أن فيه سوكلين موجودين عندي في المكبس اللي هوت والسوكلين دولت بتعمل قوة معايا بتزود القوة أثناء عملية الدوران عشان تضغط بقوة أكبر على الفتيل يبدأ المكبس يضغط على المعدن ويكون عملية التشكيل بطريقة سهلة تمام المكابس الميكانيكية المكابس الميكانيكية المكابس اليدويه بتعتمد على قوة اليد المكابس الميكانيكية فيها حرقة ميكانيكية يبقى في عندي نوع بيعتمد على الحرقة اليدوية وفي عندي نوع بيعتمد على الحرقة الميكانيكية أجزاء بتتحرك مع بعضها بتشتغل بتبدأ تديني الحرقة وبتزود وبتضاعف الايه الحركة بتاعتي أثناء عملية التشكيل يبقى واحد مكابس يدوية باعتمد فيها على يد اتنين المكابس الميكانيكية وهنشوف مع بعض ويضم في نطاقها مجموعة اتجاهات يبقى في عندي مجموعة اتجاهات منها الحركة منها تمام والمكابس الاحتكاكية يبقى عندي المكابس بتعمل عن طريق الاحتكاك وعندي المكابس الافقية وعندي المكابس المرفقية يبقى المكابس الميكانيكية في عندي فيها ثلاث حاجات احتكاكي افقي مرفقي احتكاكي بيعمل عن طريق الاحتكاك يبقى الحركة بتاعتي هي بيعمل اجزاء بتحتكب بعضها بتعمل عملية الحركة والضغط على الجزء اللي هو المتردد بتاعي تمام يبقى انا هنا الفكرة في المكبس ما هواش هيعمل ازاي لا الفكرة انه هو في النهاية هيديني ضغط على المعدد والمهم كله في تشكيل الاستنبا بتاعتي بعد كده نشوف بعد المكابس اشكالها في عندي ده شكل للمكبس بتاعي اللي هو بيعمل بطريقة الكهرباء بتاعتي بلاي هنا هو بيبقى ده جزء المتردد اللي موجود عندي بيطلع وبينزل تمام اول ما بضغط على عملية التشغيل بتدور اجزاء جوه هنا هو بتحتكب بعضها وبتنقل الحركة عن طريق العمود اللي موجود هنا بالداخل يبدأ يضغط على المعدن اللي موجود تحت الاستنبا يبقى الاستنبا في جزء فوق بيشكل وجزء تحت بيقابل الايه صباع التشكيل بتاعي يبقى المكبس بيركب عليه الاستنبا يبقى ده الشكل بتاعي بتاع الايه المكبس بتاعي هنا بيوريني بعض مجموعة من الاحتكاكية اللي هي بتاعمل الاحتكاك مع بعضها بتدور بتنقل الحركة بعد كده لإيه لعملية التشغيل يبقى طريقة التشغيل عندي هي بتختلف من نوع الى اخر تمام يبقى اليدوي هيختلف عن الالي هيختلف عن الهيدروليكي وكل نوع لمواصفات معينة عشان باستخدمه في الشغل سواء كان شغل بسيط او كان شغل معقد وكبير ونشوف بعد كده الاستنبا هنلاقي ان الاستنبا الواحدة بتعمل اكتر من عملية اثناء عملية التشكيل يبقى هنا وهذه النوعيات تعتمد في الحركة على مجموعة من المكونات الاساسية يبقى اهم حاجة نعرف الحركة الالية بتاعتي هي اهم حاجة عندي موجودة ايه هي الحركة اللي موجودة في داخل المجبس المجموعة من المكونات الاساسية والفرعية التي والتي تتضمن بالضرورة القوة اللازمة لعملية التشكيل المناسبة لشكل وحجم المنتج اوه يعني انا ما جيبش مجبس يدوي واعمل عليه منتج كبير مش هيساعدني تخانة المعدن اللازم تكون مناسبة لحجم الاستنبا وحجم المجبس يبقى لو انا عندي معدن سمكه مثلا على سبيل المثال عشرة ملي مش هينفع حطه على المجبس اليدوي تمام لو انا هعمل اكتر من عملية مش هينفع حطه على المجبس اليدوي يبقى هنا لازم اشوف المجبس المناسب عشان اقدر اعمل العملية الاستنبا مش هتختلف طبعا الاستنبا هتقوم بالدور بتاعي اللي انا نصممه عليها اما قوة المجبس هنا اللي هتختلف اليدوي بيعتمد على القوة اليدوية مهما تكون قوة البدنية يبقى في حدود ليه انما الالة لما تعتمد على الالة بقوة معينة بتاخد قوة اكبر من المجبس اليدوي تمام يبقى هنا في المكابس الالية لها استخدام والمكابس اليدوية لها استخدام بحط في اعتباري اهم نقطة ان قوة المعدن بتاعتي قدي ايه ممكن يجيلي سؤال تمام اهم الاعتبارات التي لازم تراعيها اثناء عملية التشكيل على المكابس الالية او اليدوية تمام لازم اهم نقطة اعط في اعتباري تخانت وسمك المعدن المعدن بتاعي والمنتج بتاعي شكل وحجمه ايه لازم يكون مناسب للمجبس بتاعي محطش قدرة المعدن تكون اكبر من المجبس عمرها ما هتم ولا هقدر اتم العملية بتاعتي بعد كده المكابس الهايدرولوكية والمكابس الهايدرولوكية بلاقيها تضم في نطقاء العديد من النظم التي تستخدم فيها اتجاهات الطاقة المطاحة مثل طاقة المياه طاقة البخارية الطاقة المستخدمة لزيوت المعدنية اه يبقى احنا هنا ممكن استخدم ايدي ممكن استخدم حركة ميكانيكية ممكن استخدم حركة الزيوت اضغط بالزيوت والسوائل او المياه يديني نقل الحركة يبقى الاختلاف اللي موجود مش في المجبس لا فاداء المجبس وشغله بيشتغل بايه بالزبط يبقى ياما يشتغل بايدي ياما بطاقة احتكاكية ياما بطاقة السوائل بنقل الحركة عن طريق السوائل تمام وهنا بنشوف وتنقسم اول حاجة عندي المكابس المستخدمة للطاقة المياه بعد كده المكابس المستخدمة للطاقة البخارية المكابس المستخدمة لطاقة الزيوت يبقى كل حاجة موجودة عندي لها استخدام طاقة المياه غير الطاقة البخارية لو تعمل بالبخار او طاقة الزيوت يبقى باستخدم هنا في الحركة بتاعت الهايدروليك تلت انواع عندي الميا البخار الزيوت تمام هنرجع تاني بقى وناخد بالتفصيل المكابس اليدوية والمكابس اليدوية بشوف هنا شكل تاني مختلف للسقل اللي موجود عندي هنا فيه عجلة هي بس نفس الفكرة الجسم موجود عندي ودي الفتيل بتاعي اللي هو بيطلع وينزل عن طريق دوران الطارة اللي موجودة عندي فوق دي كان اللي فات عبارة عن سوكلين عشان يديني ضغط على الفتيل في المكبس دوت في طارة مش هتفرق كتير الفتيل بيطلع وينزل عن طريق دوران الطارة اللي موجودة عندي هنا ودي مكان الاسطنبا بتاعتي ودي قاعدة الاسطنبا وده الجسم بتاع المكبس بتاعي على فكرة لازم المكبس يكون متسبت كويس جدا وموجود وفيه نقطة سبات لي عشان اي اهتزاز عندي موجود ببوضل العمل اثناء عمل اتمام العملية الايه التشكيل لبص هنا الفتيل بتاعي ده الفتيل الجزء اللي هو بيطلع وينزل واده اللي استنبه موجودة عندي تحت هنا هي شوف الفتيل دوت ده اللي بيتحرك وبيطلع وينزل وده اهم جزء موجود عندي في المجبس بركب فيه جزء الطارق اللي هو بيضرب بالقوة معينة على المعدن على المعدن طبعا هنا قاعدة الاستنبه مستبتة في قاعدة المجبس بتاعي بينحصر ما بينهم المعدن وقلنا براعي سمك المعدن بتاعي اهم حاجة لازم براعي سمك المعدن بتاعي يبقى الفتيل دوت بيتحرك داخل جش ماهيت مكان محكم معين عشان مايروحش يكشمال ولا ييجي يمين بيبدأ يتحرك لاعلى وإلى اسفل عن طريق حركة اليد بتاعتي يبقى المسؤول عن حركة الفتيل بتاعي في المجبس اليدوي الايه اليد تمام وعرفنا ان فيه سوكلين او طارة تمام بتبقى مسؤولة عن عملية الحركة بتاعتي وبيقول لي هي تدار بقوة اليد يبقى هنا التشكيل بتاعي هستخدم قوة الايه اليد ويستخدم في تشكيل المكونات البسيطة للشرائح المعدنية يبقى اهم نقطة في المكابس اليدوية ان هي بتعمل بايه بواسطة اليد بمسك الطارة كده وببدأ احرك فالفتيل يقوم نازل معايا ضاغط على السطح المعدن يعمل للتشكيل بتاعي ارجع تاني يقوم الفتيل راجع تاني او العمود المقلص بتاعي يرجع تاني الى اعلى يبقى حركة الفتيل مسؤولة عن بواسطة ايه اليد التاعتي حركة اليد التاعتي بارعي فيه قلنا سمك المعدن وقدرة المجبس بتاعي لازم اراعي فيه قدرة المجبس بتاعها هل هيقدر يعملي تشكيل في المعدن ولا لا لان ممكن يكون الخامة بتاعتي قوتها تتعدى حدود القوة بتاعة المجبس بتاعي طيب يبقى هنا بتدار بواسطة اليد ونشوف مكونات المجبس اليدوي مكونات المجبس اليدوي يتكون من اول حاجة الجسم 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 ده مهم جدا لانه هو البناء اللي هبني عليه المجبس كله وهنشوف تاني حاجة الفتيل المقلوس ده تاني جزء مهم تمام تلاتة عجلة عليا للتحكم في الفتيل وتحريكه اه يبقى عندي تلات نقط مهمين اول حاجة الجسم البناء اللي انا هبني عليه المكينة بتاعتي وفي اغلب المكينات بلاحظ ان الجسم بيصنع من معدن يتحمل الضغط الرأسي الواقع عليه يعني ايه الكلام ده وات ان الجسم التاعي بيشيل المكينة كلها فلازم هو يتحمل الضغط الرأسي الواقع عليه من ضمن هذه المعادن معدن الحديد الزهر ما نفعش الحديد الصلب لا الاستنبا بتصنع من الحديد الصلب لان هي الجزء اللي هيبدأ يشكل اما الجزء اللي حامل المكينة بيصنع من الحديد الزهر لان الحديد الزهر بيتحمل الضغط الواقع عليه تمام تاني جزء موجود عندي الفتيل اللي هو العمود المقلوس بتاعي والعمود المقلوس ده لازم يصنع من الحديد برضو عشان يتحمل ايه عملية اللي احتكاك اثناء عملية التشكيل الجزء الاخير اللي موجود عندي اللي هو العجلة اللي فوق اللي بتحرك الايه الفتيل بتطلعه وبتنزله تمام يبقى دولة تلات اجزاء تاني حاجة فيه عندي السقل جانبي افقي يعمل لزيادة كمية الضغط يبقى يجي سؤال كده علل وجود سقل جانبي على طرفي المكبس الاجابة السقل الجانبي يعمل على زيادة كمية الضغط يبقى من ضمن الاسئلة اللي ممكن تجيني علل وجود سقل جانبي على يد المكبس السقل الجانبي دوت بيبدأ يزود الحمل على عملية التشكيل بتاعته وبيديني طاقة اكبر طيب وسيلة التشكيل وتنتكون من الضارب وهو الجزء العلوي للاستنبة التشكيل ده الجزء الضارب تمام والقاعدة هي الجزء السوفلي للاستنبة وهنجيب طبعا الرسومات للكلام دوت زي كده تمام دي اليد اللي هي تتحرك وبيبقى عليها السقلين ده شكل تاني للمكبس برضو اليدوي لأشكال كتيرة قوي ده الجزء الفتيل بتاعي ودي الجسم التاعي هنا اختلف اهو يبقى انا ممكن الشكل التاعي اختلف ده الجزء الضارب ودي قاعدة الاستنبة بتاعتي يبقى هنا اليد اللي فوق وسألت سؤال انا قلت عالي الوجود سوكلين على اليد قلت عشان ازود القوة الضاربة للفتيل اللي موجود عندي هنا ده ادي له ضغط الى اسفل قوة زيادة وانا لو ما ضغطتش بقوة زيادة الفتيل ده ممكن ما يتعداش قوة المعدن فطبعا ما اقدرش اعمل عملية التشكيل بسهولة تمام ده الجزء الضارب اللي هو بيضرب او بيضغط على المعدن بتاعي ودي القاعدة بتاخد الشكل المعدن من اسفل يبقى المعدن بينحصر ما بينهم وده الجزء الضارب وده الفتيل ودي اليد اللي هي بتحمل السوكلين طب سؤال تاني برضو يصنع الجسم من الحديد الظهر اما الاستنباد تصنع من الحديد الصلب اه هقول اينا ان الجسم بيصنع من الحديد الظهر لان من خصائص الحديد الظهر انه يتحمل الضغط الرأسي الواقع عليه شاي للمكينة كلها شاي لضغط رأسي تمام ولا يتحمل الضغط الأفقي اما الجزء اللي استنبا بيصنع من الحديد الصلب اللي ان ده جزء التشكيل فمحتاج حاجة صلابة اكبر الحديد الظهر يا جماعة من مميزاته انه هو ضعيف في الصلابة تمام والحديد الصلب بيمتاز على الحديد الظهر انه هو صلابته اعلى بكتير من الحديد الصلب بس خلي بالنا من حاجة مهمة نقطة مهمة جدا ايه هي ان اي جسم زادت صلابته ممكن ينكسر قال له معقولة يا مستر اه طبعا لان الصلابة بتخلي الحاجة تتقتم اما المرونة عكس الصلابة الحاجة ممكن ما تتكسرش تبقى الحاجة مارينة لان من خصائص المرونة هي بتاخد شكل معين بعد زوال المؤثر من عليه بيرجع للشكل الاصلي بتاعه حاجة مارينة طرية فهنا الصلابة ممكن تخلي الحاجة تنكسر فهنا ما يتحملش ضغط ولكن ممكن ينكسر اقل خطف البدن بتاعي اللي موجود عندي هنا الان المجبس بتاعي انقصر او حصل فيه عملية يتكسر تمام فلذلك بيصنع من الحديد الظهر بصوا هنا الصكل اللي عامل ادي ايه ده الصكل اللي موجود على اليد بتاعتي ادي اليد ايه ده الصكل اللي موجود الصكل ده تقيل جدا فيه موجود الناحية التانية ده مسقط جانبي للمجبس بتاعي فيه موجود من الناحية التانية برضو صكل زي ده كل ده اللي يزود الضغط على الفتيل اللي موجود عندي هنا يبقى من ايه فايدة الصكل اللي موجود هنا انه بيزود عملية ضغط على الفتيل ودي الجسم التاعي من المسقط الجانبي بتاعي ودي قاعدة الايه المجبس اللي تركب فيها الاسطنبا تمام الحركة الالية للمجبس اليدوي اه من غير ما بص على اي تفاصيل انا قلت الاول ازاي بيشتغل المجبس اليدوي اه نرجع تاني نشغل دماغنا كده هلاقي ان فيه فتيل بيطلع وينزر الفتيل ده بيدور داخل مكان معين محكم بسميه الجشمة تمام وفيه يد هي مسؤولة عن تحريك الفتيل ده الى اعلى والى اسفل يبقى الحركة الالية هي ان انا بحرك الفتيل بتاعي او اليد التاعتي اسف بيبدأ الفتيل بتاعي بيتحرك مع تحريك اليد الى اعلى والى اسفل اول ما بيضغط على الاسطنبة بلاقي ان المعدن بيتشكل داخل الاسطنبة بتاعتي حسب شكل الاسطنبة اللي انا مختاره او انا عايز اعمل عليه العملية يبقى هنا المكابس اليدوية قادي رسم تخطيتي للمكابس اليدوية بتاعتي تمام اده اهو الطارة بتاعتي ونشوف بيتحرك عن طريق الفتيل بتاعي ويثبت القالب التشكيل القالب التشكيل هنا المقصود بيه جزئي الاسطنبة الاسطنبة يا جماعة بتتكون من جزئين جزء سوفلي وجزء علوي بحط ما بينهم المعدن بابدى اضغط التشكيل اللي موجود داخل الاسطنبة بيبدأ يشكل لي في المعدن بتاعي يبقى هنا بزود الضغط على المعدن بالمكبس الادات التشكيل بتاعت اللي هو المكبس اما الاسطنبة بتتكون من جزئين جزء مربوط تحت في قاعدة الاسطنبة المكبس وجزء موجود في الجزء الضارب المتصل بالفتيل يبقى الاسطنبة بتتكون من جمجز من جزء ايه في القاعدة وفي الايه في الجزء الضارب بتاعي تمام تاني حاجة يرفع الفتيل بالرافع الى اعلى تمام يبقى الفتيل ماله بيترفع الى اعلى عن طريق ايه بقى اليد توضع قطعة التشكيل اللي هي مقصود بيها ايه المقصود بيها المعدن بتاعي في مكانها بالاسطنبة يبقى انا بحط المعدن في مكانه ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي ما احنا قلنا الاسطنبة بتكون من جزء ايه تمام بعد كده تقزف العجلة فيهبط الفتيل اول ما بحرك العجلة بتاعتي الفتيل يقوم نازل وبالتالي يضغط الجزء العلوي في حركة المحور على المشغولة اللي هو المقصود بيها المعدن داخل القالب فيتشكل بشكل القالب فيتشكل بايه بشكل القالب يبقى هنا قلنا تاني عندي كزا نوع من المكابس خدنا اول نوع اللي هو المكبس اليدوي بيتكون من فتيل ويد عليه سوكلين بحط المعدن ما بينهم ما بين الجزء الاسطنبة وابدأ الف اليد بتاعتي يقوم الفتيل يتحرك ونازل يضرب المعدن بتاعي بجزء الاسطنبة العلوي على جزء الاسطنبة السفلي يبدأ يتشكل داخل التجويف اللي موجود عندي وخلي بالنا من نقطة مهمة المكبس اليدوي بيستخدم في الاشغال المعدنية الخفيفة البسيطة البسيطة ما يفعش انا حط تشكيل معدني كبير او بيتكون من جزء مرحلة في المكبس اليدوي لان بيعتمد على ايه على قوة اليد وحركة الفتيل تمام طيب المكابس الالية الميكانيكية الميكانيكية ده الشكل التاعي العام بتاع المكبس بتاعي شوفوا ضخمة قد ايه قد الجزء الضارب او المتردد بتاعي اختلف هنا فيه مطور بيحرك الجزء الضارب بتاعي فيه مطور مسؤول عن حركة الضارب بتاعي واللي استنبى بتاعت الجزء بيبقى في الجزء السفلي والجزء العلوي موجود مع الضارب بتاعي وكل يبقى ده اختلف طبعا عن شكل المكبس اليدوي هنا بيعمل بواسطة الطيار القهربي مطور بيحرك لي الاجزاء الداخلية بتاعتي ويبدأ في الداخل فيه اجزاء ميكانيكية تتحرك وبيبدأ يعمل لي عملية التشكيل بتاعي يبقى ده اختلاف موجود عندي ما بين المكبس اليدوي والمكبس الالي ده الالي المكابس الاحتكاكية اللولبي يبقى فيه عندي حركة احتكاكية وتعمل او تستعمل فيه نطاق واسع في انتاج مختلف الاشكال البسيطة خلي بالنا بس هنا اختلف الاشكال واسع الاشكال شوية بس بسيطة برضو لسه لان حركة احتكاكية يبقى المكبس اليدوي المكبس اليدوي كان اشكال بسيطة بس ما فيهاش اختلاف هعمل عملية صقب هعمل عملية تقطيع هعمل عملية تشكيل بسيطة على المكبس اليدوي مش هعمل اكتر من كده ثاني تشكيل بسيط تمام او عملية صقب او تقطيع معين انما لو انا هعمل مرحلتين مع بعض لازم مكبس تاني مختلف على المكبس الاولاني تمام هنا المكبس الاحتكاكي اه بيعمل برضو اشكال مختلفة بس برضو بسيطة هنا وسع النطاق شوية تمام وبرضو الحركة الترددية هي موجودة بس هنا بتعمل عن طريق الالة بقى انا مبستخدمش السوكلين بتوعي اللي انا قلت عليهم وابدأ اضغط على المعدل فبيعمل عملية تشكيل لا ده هنا فيه الى هي اللي بتعمل الاحتكاك وفيه سن الالواز هو اللي بيدور عندي هنا بدن يدور على كرسي تحميل البدن اللي هو الجسم التاعي عمود مثبت عليه كرسان من الظهر يبقى فيه جسم وفيه عمود عليه كرسين من الظهر عشان يتحركوا تمام وفيه عندي كرسان جانبين بواسطهم تحريك العمود الخاص بالتشغيل هنفهم الكلام ده كله وفيه عندي يد جانبية للإدارة اللي هي إدارة تحريك المجبس ذات نفسه تمام طيب وفيه عندي كرس أفقي لتوسيل الحركة الأفقية إلى الرأسية عمود محوري لنقل الحركة هنفهم الكلام ده كله بالتفصيل طبعا لما نشوف ايه دلوقت الحركة زي وبعدين وسيلة التزبيت العمود المحوري هنعرف منظلك التشكيل للكباس آه يبقى فيه عندي أرسين بيدوره تمام الأرسين دولت عاملين إزاي فيه دايرة عندي لا مركزية يعني فيه اتصال ما بينها لا مركزي مش في المركز على المحور الخارجي أو المحيط الخارجي لما بعمل فيها اتصال العمود معين بيعمل حركة ترددية يعني لو عندي أرس كده تمام وفيه اتصال العمود في الأرس دا على المحيط لما بيلف في الأرس دا بيعمل حركة ترددية للزراع دا فبيعمل عملية نقل الحركة يبقى فيه أرسين موجودين عندي كرس دائري على اللجنة بتاعته هم المسؤولين بعملية نقل الحركة للمجبس بتاعه اللي هو عشان يشكل في القلب اللي اسطنبر بتاعتي تمام دولة متصلين بعمود معين العمود دا متصل بعمود الحركة اللي هو الأساسي اللي مسؤول عن الحركة الترددية اللي فوق والأسفل تمام وتتم إجراء عملية تشغيل عن طريق أزيادة تدريجية للحدافة ايه هي الحدافة هو قرص أو قرص معدني في اتصال بعمود على المحيط لا مركزي يعني يعني أنا بعمل اتصال على محيط الدائرة بتاعتي تدفع البلس المثبت على المنظلق بالطرق على المطرقة يبقى هنا بيحصل عملية تشكيل تمام على الأرس المعداني بتاعي اللي هو الطارة بتاعتي وفي عمود متصل بيها الأرس يلف كده يقوم العمود جاي كده يرجع تاني يقوم راجع العمود كده بيديني حركة ترددية الحركة الترددية دي كل ما بيتحرك يقوم دافع قدامه عمود العمود ده بين الحركة للمجبس يبقى القرص اللي هو اللي هو اللي بيبقى فيه اتصال على المحيط بتاعه اللي هي مركزي هو بيعمل الحركة الترددية بتاعتي اللي هي بيسموها اللي استنبا نفسها بسميها الباصل التشكيل هو اللي استنبا اللي انا بشكلها حسب الشكل اللي انا عايزه تمام ليتم الضغط على القرص الحدفة التي تبدأ بالدوران في الاتجاه العكسي فيتحرك اللولب في الصمولة الى اعلى فيرتفع المنزلك تمام نرجع تاني ناخد المكابس الافقي ادي المكبس الافقي تمام بص هنا دي دي طارة برضو تاني هي موجودة عندي تمام دي مسؤولة عن الحركة بص هنا الاتصال لا مركزي يعني مش موصل بالمركز اول ما بتلف الدايرة دي الاتصال اللي موجود هنا يقوم جاي كده تخير ان النقطة اللي موجودة هنا دي تلف تاني تيجي كده يبقى العمود ده هيفضل ايه رايح جاي هيعمل حركة ترددية عندي تمام يبقى دي طارة فيها اتصال لا مركزي عشان يعمل الحركة هي المسؤولة عن الحركة الترددية بص هنا الفك العلوي اللي هو الضارب اللي هو موجود هنا ده ده مسقط جانبي بتاعي اهو تمام يبقى هنا ده الفك العلوي ودي قاعدة الايه الاستنبا بتاعتي موجودة عندي هنا يبقى هنا لو بصيت على المكبس من وراء اهو ادي الجزء الضارب ودي الطارة اللي هي دي ودي القاعدة بتاعة الاستنبا وده البدن بتاعي او الجسم التاعي تمام هنا بيدوروا على العمود موجود هنا العمود ده هو المسؤول عن نقل الحركة الترددية الى العمود المسؤول عن عملية التشكيل او المتصل بالايه بالاستنبا العليا يبقى هنا ده القرص اللامركزي او الحدفة تمام بيدتصل بالعمود ده يبدأ يعمل لي عملية ايه الحركة الترددية حركة ترددية يبدأ هنا يغبط فيه مطرقة بتغبط على العمود بتاعي يبدأ ينزل او يطلع حسب الشكل بتاعي او عملية التشكيل بتاعتي ويقول لي تعتبر المكابس الافقية اه من مجموعة المكابس المرفقية يعني ايه مكابس مرفقية هنا خلي بالنا من حاجة المجموعة اللي ده انا شغلته كده سنزل عمود دوران او عمود مقلوص عملي عملية التشكيل انما المرافق هنا زي انا بحرك الساعة بتاعي ده فبيبدأ يحرك لي الدراع تمام يبقى هنا بحرك ده يقوم محرك لي ده ده مسؤول يقوم خابط في في مطرقة عندي تغبط في العمود بتاعي يعمل لي الحركة الترددية بتاعتي ادي الحركة الترددية بتاعتي تمام كل ده عن طريق ينتقل عن طريق مجموعة من المرافق متصلين مع بعض تمام بتيجي الحركة الترددية منين من الحدفة اللي انا قلت عليها الارس اللي ايه اللي مركزي دوت اللي الاتصال بتاعي على المحيط بتاعي وتعتبر حركتها العام الاساسي في المستوى الافقي تمام بالاضافة الى الانتاجية العالية انتاجية عالية خلي بالنا المكابس الافقية هنا ديتني بقى انتاجية عالية طوعة الماكينات الكابس الافقية منتجات عالية الجودة عالية الجودة تمام يبقى هنا ايه الفرق اقار ما بين المكابس اليدوية والمكابس الافقية يبقى المكابس اليدوية بتديني اشكال بسيطة اما المكابس الافقية بتديني ايه انتاجية عالية ومنتجات عالية الجودة عالية الجودة تمام كما ان الزعانف لا تكاد تكون صغيرة او منعدمة ايه الزعانف دي ات اثناء عملية التشكيل بلاقي كده فيه حتة طلعة من المعدن يعني انا هعمل تشكيل معين حتة زيادة كده زي رايش كده ده بيسموها زعانف هنا في المكابس الافقية تكاد تكون معادمة خلي بالنا من حاجة انا لو انا هعمل عملية صغب على المخرطة او بواسطة المتقاب ممكن يحصل الاهتزاز للمشغولة ما يطلعش الصغب مزبوط اما المكبس بينزل عملية الصغب بتنزل مزبوطة بالمقاس المزبوط لا بلاقي فيها زوايد ولا اي زعانف وبلاقي فيها انتاجية انتاجية يعني ايه شغل كتير بطلع شغل كتير طبعا غير ان انا ما هبدأ ان انا اسبت بايدي وابدأ اشتغل باليد بتاخد وقت معايا غير اما انا بدوس على زرار معين دواسة بواسطة القدم يبدأ الفك العلوي المتردد ده يديلي طرقات متتالية وعديدة وذلك خلي بالنا من نقطة مهمة جدا ان انا اسناء الشغل بالمكابس الالية لازم ما اخلي دواسة القدم بتاعتي انا حساس في الدوسة بتاعتي لان لو انا فضلت دايس السلاح العلوي او الفك العلوي يفضل يديني حركة ترددية متواصلة غير ما انا بقى اعمل بايدي بتحكم لا دا هنا انا لو دست في دلت دايس بالدواسة هيفضل الفك العلوي طالع نازل فخلي بالي ممكن يبوز لي او يعمل لي حاجة تانية اسمها تطريق للمعدن بتاعي تطريق يعني ايه يبوزه يتنيه يخلي الاطراف بتاعته مش مزبوطة يبقى هنا خلي بالنا ان بيديني انتاجية ازا عارف تكون منعدمة تمام والايه الانتاجية بتاعتي مزبوطة كما ان سطح المنتجات تكون نظيفة لا يسمح بطرك علامات تشغيل ميكانيكي يعني انا هنا لما باجي اشكل تمام ما بقاش فيه اي جزء من من الملي غلطة لا ده اي تشغيل ميكانيكي التشغيل ميكانيكي دي زواية بعد كده لو انا مثلا بعمل عملية تشكيل معينة التشغيل ميكانيكي بلاقيني ان انا بعد كده بجيب المبارد وادق اشيلها ده تشغيل ميكانيكي طب انا بعمل عملية تشكيل على المكابس عشان اوفر المجهود والوقت بتاعي ولا عشان ازود مجهود والتشغيل الميكانيكي ده هياخد مني وقت واعماله بعد كده وهيزود مجهود معايا تمام يبقى انا لازم اخلي بالي ان التطريق بتاعي ما يكونش متتالي زيادة عن اللزوم لا يبقى مظبوط لو انا دست مظبوط هيطلع الشغل مظبوط لا في زعانف ولا في زوائد ولا في اي غلطة موجودة ولا اي تشغيل موجود عندي هيطلع الشغل بتاعي مظبوط كما ينبغي تمام وتضم هذه المكابس زراع المرفق يبقى واحد زراع المرفق المرافق بتاعتي اتنين عمود المرفق يبقى اول حاجة الزراع بتاعي ما الزراع ده متصل بعمود والزراع ده شغل عمود موجود عندي عشان يعمل لي عملية نقل الحركة يبقى واحد زراع المرفق تمام اللي هو بيشتغل عن طريق ايه الحركة الميكانيكية بتاعتي اللي هي الحدفة تمام وبعد كده هيشغل لي عمود موجود عندي وهنشوف هنكمل بعد كده في الالية ايه الالية الرافعة في حركة الية موجودة عندي في الرافعة بتاعتي تمام اربعة حركة المنزلق خمسة الاستنبا القابضة حركة المنزلق هنا اللي هو العمود المتردد بتاعي يعني الزلق في المكان بتاع الجاشمة بتاعتي تمام بعد كده هيديني الاستنبا اللي هي هتمسك على المعدن عشان اعمل عملية التشكيل بتاعتي يبقى هنا في المكان اللي انا مخصص للجزء المتردد بتاعي لحركة المنزلق بتاعي بعد كده الايه الاستنبا بتاعتي او الاستنبا القابضة بعد كده القبض على المشغولة يعني امسك المشغولة كويس جدا عشان يتم عملية التشغيل بانضباط تمام بعد كده تجهيزات التثبيت لازم التثبيت عندي يكون مسبت كويس جدا عشان اي اهتزاز زي ما قلت قبل كده هيعمل لي عملية تغيير في المقاسات بتاعتي المحرك الكهرابي اللي هو المسؤول عن نقل الحركة وبعد كده التروس الناقلة كل ده موجود عندي في قلب المكينة بتاعتي وترس الدوران الناقل اللي هو الترس الكبير اه دي الشكل بتاعي اهو بصوا خدوا بالكم هنا اهو ده شكل المقبس اه دي هنا ده جزء اللي هو المسؤول عن العمود الدوران بتاعي او الجزء المتردد ودي قاعدة اسطنبة بتاعتي ودي المطور التشغيل تمام بصوا اهو اه دي هنا ده العمود اللي هو المسؤول عن حركة الدوران ودي المطرقة بتضرب عندي في ايه في قلب الجزء بتاعي تمام تتكون هذي المكابس من واحد المحرك اتنين طارة مسبتة على عمود النقل اه خلي بالنا الطارة دي مهمة دي بتتقرر تاني اهو تمام عمود النقل اللي هو متصل بالطارة يبقى المحرك هيدور الطارة بتاعتي وبعدين اللي هو الطارة اللي مسبتة على عمود النقل نقل الحركة يبقى هنا في مطور هيشغل هيشغل ايه طارة الطارة دي لما تلف هتدور عمود نقل الحركة اللي هو ياخد الحركة من الطارة يبدأ يوديها للايه للفتيل بتاعي او الجزء المتردد بتاعي تمام يبقى المطور هيشتغل يدور الطارات مجموعة الطارات بتاعتي او الطارة بتاعتي اللي هي هتدور العمود والعمود ده هينقل الحركة للايه للجزء التاعي تمام ترس صغير لتحريك الترس الكبير ده عشان يزبط السرعة بتاعته ما يبقاش السرعة ايه كده لا ده هو بيتحكم في السرعة عن طريقة ايه مجموعة التروس بتاعته تمام ترس الكبير للحركة اللي ايه الحر الحركة في ترس تاني بينقل اللي هو الترس الكبير عشان بينقل الحركة بتاعتي عمود المرفق اللي هو العمود الاساسي اللي بياخد الحركة من التروس ينقلها للمجبس قابد ايه الكلتش او الاحتكاك يعمل بالهواء المضغوط تلاقي القابد بتاعي بيعمل بالهواء المضغوط عشان ينقل ايه الحركة الى المجبس بتاعي يبقى عندي المطور بيحرك الطارة والطارة دي بتحرك عمود والعمود ده متصل بترس كبير وترس صغير يبدأ الترس يتحكم في الحركة بتاعته ينقله تاني المجموعة من التروس وينقل دوت الى عمود الحركة ايه الترددية بتاعتي تمام المنزلق اللي هو بيتحكم فيه احكام ايه حركة الايه جزء المتردد بتاعي الفرمالة اه انا عايز اوقف المجبس بتاعي لازم يكون فيه فرمالة عندي تتحكم في عملية الايه الوقوف المجبس طارة التشغيل وطارة التشغيل هنا بيقول لي يحرك المحرك القهربائي طارة رقم واحد او الجزء رقم واحد الطارة رقم اتنين على عمود النقل رقم تلاتة اه بص هنا اول حاجة المحرك اهو يحرك ايه بقى عمود هنا بيتصل برقم اتنين دوت يقوم متصل برقم تلاتة يبقى بيعمل لي ايه يحرك المحرك المحرك اللي هو المسؤول عن تحويل الطاقة الكهربية على طاقة حركية مطور تمام يبدأ المطور ده متصل بمجموعة من ايه اطارات يبقى الجزء رقم واحد اللي هو المحرك بيدور الطارة رقم اتنين يبقى بيدور لي هنا الطارة بتاعتي تمام الطارة دي متصلة بعمودة اهو ادي العمودة اهو متصل ده العمود ده بينقل الحركة يبقى الحركة جاية لمنين من فوق هنا اهو يبدأ يلف المطور يحرك الطارة اللي موجودة هنا ويحرك للعمود النقل او النقل بتاع اللي موجود هنشوف بعد كده هيحرك لي ايه تاني تمام على طرفه الاخر الترس الصغير يحرك الترس الكبير اه رقم اربعة هنا فيه ترس صغير تمام يبقى انا حركت المطور هنا حرك عمال لي تحويل الطاقة القهرابية لطاقة حركية دور لي الطارة ابتدى ان هو تنتقل الحركة من هنا الى العمود عن طريق الترس اللي موجودة هنا تمام بعد كده ترس رقم اربعة دوت اللي هو الترس رقم اربعة بيحرك لي الترس رقم خمسة ايه بيعمل دي عملية التشغيل دي جميع عملية نقل الحركة ازاي بوصل من المطور الى عملية التشغيل بعد كده بيحرك لي الترس رقم اربعة ترس تاني موجود هنا اللي هو رقم خمسة اللي هو الترس الكبير. وهنشوف بعد كده هتنتقل من رقم خمسة ده الى ايه بعد كده. تمام? يبقى الحركة اللي هي على عمود المرفق رقم ستة. اه. يبقى هنا في عمود تاني رقم ستة بينقل الحركة من الترس الكبير بتاعي. تمام? تمام. ويتطم اتصال العمود رقم ستة بالترس بالترس رقم خمسة. يعني العمود ده بيتصل بالترس رقم خمسة. اهو. فيه نقطة اتصال اهو. بص جاية منين? ادم ارفق اهو. وادم ارفق تاني اهو. دي المرافق بتاعتي اللي انا بقول عليها. مطور يحرك. يحرك مجموعة من الترات. والترات يحرك للترس. بعد تاني اهو. والترس يحرك لي عمود. يحرك لي مجموعة من التروس. تمام? ترس كبير والترس صغير. اللي هو متصل بعمود رقم ستة دوت. بيقول لي العمود رقم ستة ده متصل بالترس رقم خمسة. تمام? بواسطة قابض. اللي هو الاحتكاكي. فيه حركة احتكاكية. يعمل بالهوى المضغوط. بيطلع لهوى مضغوط كده. يعمل احتكاك. يعمل حركة. تمام? يبقى المطور بحركة طرات. والطرات بتاخد من المطور. تنقل للايه? للعمود. العمود يدي مجموعة تاني من التروس. ترس صغير وترس كبير. بعد كده يدي عمود تاني يبقى الترس كبير بتاعي بيدي عمود تاني ينقل الحركة لمنطقة تانية. تمام? وتنتقل الحركة من من هنا من النقطة دي بواسطة حوى مضغوط ده. بيضغط لي. تمام? ونشوف عندما يبدأ العمود المرفق رقم ستة في الدوران. رقم ستة في الدوران. ماشي? يحرك زراع المرفق رقم تمانية. بص هنا العمود رقم ستة عامل ازاي? يبدأ هنا يعمل عملية تحريك للجزء اللي موجود هنا وهنا. يعمل عملية تحريك. المتاصل بدورة المنزلق رقم تسعة. ماشي? المتاصل بحركة ترددية عكسية. لاحز هنا ان العمود فيه جزئية متنية هي. هنا ده تطلع فوق الجزء ده يطلع فوق مع الدوران يبدأ ياخد يسحب مع العمود كده. ينزل تحت يقوم مدي الحركة الى اسفل. يبدأ هنا العمود يلف. تاني تاني. ده يتحرك المطور. يحرك للطراط. فده يتحرك. يقوم التروس تتحرك. يقوم يقوم متصل بالعمود. تمام? العمود دوت يبدأ يحرك لي ايه? الجزء اللي هنا دوت بيطلع وبينزل يعمل لي الحركة الترددية او العكسية بتاعتي. تمام? طيب. الايقاف حركة المجبس يفك تعشيق القابض رقم سبعة. ويشغل الايه? الفرمالة رقم عشرة. يبقى هنا بيعمل لي ايه? اه اه حركة المجبس عشان يعمل ايقاف. يفك التعشيق بتاعتي. ويعمل لي ايقاف بواسطة الايه? الفرمالة. هنا ده شكل المجبس من الشكل الخارجي بتاعي. الشكل الخارجي بتاعي. وكده نكون احنا خدنا المكابس المرفقية والمكابس اليدوية. وان شاء الله بازن الله الحلقة الجاية هناخد المكابس الهيدروليكية اللي هي بتعمل بواسطة السوائل او تحريك الماء والزيت او المواد السائلة. وساعدنا بكم واتمنى لكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.